لا يختلف صاحب محل بيع الأسلحة هذا عن غيره من أصحاب محال بيع البنادق والمسدسات والعتاد فهم يشكون ضعف الإقبال ولهيب أسعار الأسلحة بأنواعها بسبب قرار منع استيراد المسدسات وتخصيص 25 بندقية فقط لكل محل سنويا وفق قانون ساري المفعول منذ سبعينيات القرن الماضي لم يحظى بأي تعديل حكومي فيه شح صار في الإبضاعة وفيه طلب عن الإبضاعة طبعاً اللي زاد على الإبضاعة ورفع أسعارها أول إشي صار فيه أنه قضايا تهريب كثير وأصبحت سلعة متداولة طبعاً هذه البضاعة اللي بتيجي مهربة ما في شك أنها بضاعة مخشوشة إبضاع غير صالح الاستعمال السوق السوداء أو ما يسمى بالأسلحة المهربة باتت هي الأخرى هاجساً يؤرق أباعون ورفاقه من بائع الأسلحة الذين يرون أن على الحكومة فتح المجال لهم من أجل الاستيراد بما ينعكس إيجاباً على ميزانيتها ويضعف من عمل المهربين والإقبال على الأسلحة غير المرخصة والمهربة من دول الجوار يعني ما نيجي نقول بندقية أنا بجيبها أمريكية مثبتة محطوط عليها الاسم وفيها القارنتي وكله أنت هلأ مثلاً تعطيني 25 أنت إذا زيت للعدد أنا بدل ما بيحها مثلاً عسبي المثال 500 ممكن أن أزلها إلى 400 إذن أنا اللي هرب بطل يشتري لأنه أنا عم بعطيه برودة مرخصة مثبتة مع الكفالة تبعتها بعدين هاي البرودة أنت بترخصها وتحطها بسيارتك فأنت إيش بتفضل؟ لا أنا بدفع 50 ليرة زيادة بس بأخذ إشي صح مين لاستفاد طبعاً؟ استفادت الحكومة من جمره ومن تراخيص ومن كله وحديت من التهريب أسباب عديدة تدفع الأردنيين للإقبال على سوق السلاح منها ما يرتبط بالعادات والتقاليد العربية ومنها ما يرتبط بالتدهور الأمني في الجارة الشمالية والبحث عن الحماية الشخصية في منازلهم ما جعل من أسعار الأسلحة ترتفع إلى ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان إضافة لعدم توفرها في الأسواق ظاهرة السلاح انتشرت في الفترة الأخيرة كظاهرة مقلقة للمجتمع الأردني سبب انتشار هذه الظاهرة هي الأحداث المحيطة بالمملكة أحداث على المستوى الحدود الشمالية أحداث في جمهورية عربية السورية ونظراً لتخوف المواطنين الأردنيين من انتقال تداعيات هذه الأزمة في المستقبل إلى الأردن العادات والتقاليد لها دور كبير في انتشار الأسلحة بين الأفراد سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة وهي الجانب الأكبر في هذا الموضوع هذا وكانت قوات حرس الحدود قد أعلنت الشهر الماضي تصاعد عمليات التهريب وتسالل الأفراد بين الأردن وسوريا في الآوينة الأخيرة بنسبة تصل إلى ثلاثمائة بالمئة مشيرة إلى أحباط محاولات التهريب لمئات الأسلحة وتحويل المهربين للقضاء حيدر العبدالي لليوم على الحرة عمان أرحب بضيفنا مباشرة من عمان جمال ضمور نائب سابق في البرلمان الأردني أهلا بك سأيدي معنا في اليوم على الحرة وبداية إلى ماذا تعز الإقبال الموصوف بغير المسبوق على اقتناء السلاح أولا هناك عدة أسباب حقيقية وراء عملية الازدياد على طلب السلاح أولا منذ بداية الربيع العربي بدأ المواطن الأردني لديه قلق يقوم على أساس أنه كيف يوفر الحماية الشخصية لي ولأسرتي فيما لو أصبحت هناك تداعيات من أي جهة الأمر الثاني الوضع في سوريا حقيقة جعل من تجار السلاح موسم كبير لهم وحتى أن أشخاص ليس لهم علاقة بتجار السلاح أصبح تجرون بالسلاح وأصبح تهريب السلاح ما بين الأردن والسوريا على أشدة تضاعفت الأسئلة أكثر من ثلاثة أضعاف تضاعفت إلى عشرة أضعاف أنا بقدر أحكي حتى أنه طلقة الكلاشين كوفي التي كانت تباع بثلاثين قرش أصبحت تباع بخمسة دنانير في السوق السوداء حاليا القضية ليست قضية كما لاحظت أنه بايع الأسلحة يتحدث عن أسلحة مقلدة أو أسلحة كذا حتى بات ليس المواطن الأردني فقط الذي يسعى إلى اقتناء السلاح نحن عندنا في الأردن أعداد كبيرة جدا من الجال العراقي حتى من الجال العراقي من من يسعون إلى تملك الأسلحة حتى من السوريين يسعون إلى تملك الأسلحة ما هي إذن المخاطر التي يمكن أن تشكلها هذه الظاهرة على مجمل المشهد الأمني في الأردن الآن وزير الداخلية تحدث قبل عدة أيام أن هناك إجراءات ستتخذها للحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على اختلاف أنواحها بمحاولة مداهمات لأشخاص لدى الأجهزة الأمنية معلومات عنهم بتجربة الأسلحة بحملات تفتيشية واسعة جدا سوف تتم وقف التراخيص اقتناء السلاح أو حمله يعني كافة الأشكال القانونية التي تبيح للتجار الأسلحة أو للمقتنيين وقف هذه التصريح التي كانت تمنح في السابق الخوف الأمني أكثر منهم الخوف الانتشار خوف من استخدام هذه الأسلحة وخاصة لدينا الآن للأسف مجموعات من الأشخاص نبدأ نقول عنهم عصابات يقتنون أسلحة أوتوماتيكية فتاكة جدا وأنا رأي جزء منها بين أيدي أشخاص لم نراها طيب سيدي كيف تقيم نجاعة التشريعات والضوابط التي تحكم عمليات بيع قطع السلاح به التشريع موجود لكن التطبيق الأهم دائما نحن ليس عندنا مشكلة بالتشريعات بقدر ما عندنا مشكلة بالتطبيق والرقابة على بيع الأسلحة وتداولها بين المواطنين هناك جرائم تحدث كل يوم نسمع بها نتيجة استخدام أسلحة بين أيدي أشخاص غير مؤهلين لحمل هذه الأسلحة وغير منوط بهم حملها في الأماكن العامة أو الأماكن التي تواجد بها مراكز تعليمية في الجامعات يتم إدخال أسلحة أتوماتيكية متطورة جدا فأصبحت هذه الظاهرة تشكل خطر حاليا وخطر مفزع ومقلق جدا على الداخل وأيضا هناك سوق حقيقة وفي هناك مهربين متخصصين لتداول أسلحة ما بين الأردن وسوريا وهناك الكثير لم يعلن عنه هناك ضبط لكميات من الأسلحة تأتي من سوريا وكميات أسلحة التي انتذهبت من الأردن إلى سوريا الحلقة التبادلية ليست منوطة في المطلوب حقيقة الأمر نحن نتحدث الآن أنه من المعروف أن الأردن به نحو مليون قطعة سلاح مسجلة ما هي دلالات هذا الرقم لكم كنائب سابق في البرلمان؟ أعتقد أن هذا الرقم متواضع على حجم ما نسمع وما نشاهد أنا باعتقاد هذا الرقم تستطيع أن تضربه بعشرة إذا صح التعبير لأن هذا حسب السجلات الرسمية المعتربية بأن هذا الرقم موجود لكن 90% من الذين يقتنون الأسلحة لا يقوم بترخيصها أو التثبت لدى الدوائر الأمنية منها وبأرقامها لأن معلوماتي أنا وكأنك بالأصل محامي وكنت قاضي في المحكمة العسكرية سابقا وأسمع من زملائي أن الإحصاءات الجرمية فيما يتعلق بضبط الأسلحة الغير مرخصة بإزدياد بطرد وكبير جدا وبنفس الوقت أنه قل ما ندر أن يتم من الجرائم ما يجده مسدس أو بندقية هي مرخصة حتى بات يعرف الآن هناك أسلحة يتم المقايضة عليها من شكرا جزيلا من عمان سيد جمال الضمور النائب السابق في البرلمان الأردني شكرا لمشاركتك معنا في اليوم على الحرة